السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة يومياتي أنا وعائلتي قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك للقناة أخبرنا النهاردة هتكون عن الفنان محمد رمضان هيكون معنا الخبر الأول بيقول محمد رمضان يرد بفيديو جديد على أزمة التحفظ على أمواله الخبر الثاني مصدر رزق آخر للفنان محمد رمضان الخبر الثالث محمد رمضان يستفز جمهوره بعد خدعة التحفظ على أمواله هفضل سابت قبل ما نبدأ هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول تفاصيل الخبر الأول محمد رمضان يرد بفيديو جديد على أزمة التحفظ على أمواله نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد عبر صفحته على موقع فيسبوك للرد بشكل غير مباشر على أزمة التحفظ على أمواله وقال محمد رمضان في منشوره جمعة مباركة على الناس الأصيلة الأصلية انتظروا سابت الأربعاء القادم إن شاء الله ثقة في اللا نجاح محمد رمضان وكان الفنان محمد رمضان قد نشر يوم الخميس الماضي مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي معلنا فيه انه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة حيث قال خلال خلال مقطع المقطع الفيديو صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي ان الدولة تحفظت على فلوسك قلت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني؟ تفاصيل الخبر التاني مصدر رزق آخر للفنان محمد رمضان أصار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا بعد إعلانه يوم الخميس الماضي عن تحفظ الدولة المصرية على أمواله وإعلانه كذلك على احتفاظه بنفس قيمة هذه الأموال داخل منزله ما جعل جمهوره يتساءل عن حجم صروته وفي إطار حديث الفنان محمد رمضان عن تواجد بعض أمواله في منزله أشار الكثيرون إلى مصدر رزق آخر للفنان محمد رمضان يضر له بالمال وهي قناته عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب وتحمل قناة محمد رمضان اسمه باللغة العربية والإنجليزية وقد أنشأت يوم 31 أكتوبر 2014 ونشر عليها حتى الآن 513 فيديو تابعهم نحو أكتر من 12 مليون شخص بواقع تحقيق 4.014.224.000 مشاهدة تفاصيل الخبر الثالث محمد رمضان بيستفز جمهوره بعد خدعة التحفز على أمواله أغنية هفضل سابت استفز الفنان محمد رمضان جمهوره مجددا بترويجه لأغنيته الجديدة سابت عبر إنستجرام وذلك بعد أزمته الأخيرة التي اتهمت دولة المصرية خلالها بالتحفز على أمواله وهو الاتهام غير الصحيح حيث جاء التحفز على مبلغ 6 ملايين جنيه فقط من أمواله بهدف تنفيذ حكم قضائي وهو من أجل تعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بالمبلغ بعدما تسبب في إقالته من وظيفته بعدما دخل قمرة القيادة على متن أحد الرحلات التي كان يقودها الطيار الراحل حيث ربط البعض بين الأغنية والأزمة الأخيرة التي تسبب فيها رمضان وبكده تكون أخبارنا خلست من قناة يوميتي أنا وعائلتي ومعاكم دايما بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر